والذين آمنوا كلف نفساً لا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من عل تجري من تحتهم لنهار وقالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم فأذن موذن بينهم معنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بلا آخر الكافرون وبينهما حجاب وعلى لعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا صرفت بصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب نعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا نقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون إن رب ما وات ونرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس ومسخرات بأمره ألا له الخلق ولم تبارك الله رب العالمين أدعوا ربك تضرعا وكفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يغسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وهو الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد رسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غير إني أقاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصف لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتموا أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكنا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين الله الأكبر الله أكبر سمع الله لما الحمد ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أكبر وإلى عاد نقاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم بإله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح نمين أوعجبتموا أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذلكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فان معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابل الذين كذبوا بآياتنا وكانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هاتوا الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن عمد ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبعوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بنغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النهين ولوطن قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قلي إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان فأوفوا الكيل والميزان ولا تفغسوا الناس أسياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وانعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمن بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمن فاصبروا حتى يحكم الله بيننا فاصبروا حكم الله بيننا وهو خير الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم الله أكبر عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المل الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله ذبن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعلى أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكموا إذا لخاسرون فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أوسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولون أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أومن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأم الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدن الذين يرثون نرضى من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق وقعتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تامرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجارة فرعون قالوا إن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال أما ألقوا سحوا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الله أكبر ربنا لك الحمد الله أكبر 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم